شكراً لك وشكراً لأستاذ وافي من الفاشر الجميلة ومن ممبر الباحثين السودانين ونحن هسيح نبدأ بعد ثواني كده نحن أولاين طيب بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحباكم في جلسة يديدة من جلسات مجموعة الباحثين السودانيين السويد 15 أغسطس 2020 ناسف للتأخير بسبب مشاكل فنية اليوم الحلقة الحداشر من سيكولوجية الزول السوداني الناس الذايرين يتابعوا الحلقات السابقة العشرة حلقات السابقة موجودة في قائمة واحدة في قناة الباحثين السودانين على اليوتيوب والناس رو عمد سبسكرايب فيها اشتركت فيها بالجيهة الحلقات الغيصورة دائما في اليمين حلقة اليوم بعنوان خطوط الصراع الإقليمية ونبط لنظريات الهامش والمركز ما لها وما عليها ودولة سودان المستقبل الدولة المشروعة التي نريد شينو السيد محمد جمال الدين مرحب بك واتفضل شكرا شكرا يبدو موضوع كبير جدا والتحية دائما مجددة لك دكتور أنور على جهدك ومسابرتك والليلة كان في مشاكل فنية والتحية لرابطة الباحثين السودانين ولكل الشباب والشابات الحيلقوا الوقت واسمعونا وأنا باعتذر يعني لأنه نيابة عن منبر الباحثين بأنه كان نحن وعدنا بأنه اللايب حيب دا ستة ونص وتأخرنا تقريبا نص ساعة معلش ويعني ديما كنا دائما يعني ما ديداننا كنا بغدر الإمكان في الوقت المناسب لكن الليلة كان في مشاكل فنية صير يصيحان وطبعا نحن سودانين برضو ما دام جات المناسبة وده الساعة من باب التحية ومن باب يعني المحبة لسايكولوجيتنا إنه نحن في الحقيقة عندنا مشكلة في الزمن دائما عندنا مشكلة في الزمن والسبب بسيط جدا لأنه نحن مجتمع زي ما قلنا في البنيات البشكل مخيالنا إنه في الحقيقة فيها بنيتين تاريخيتين أصلا اقتصادهم قايم على الاستهلاك ما قايم على الادخار الادخار طوال عنده علاقة بالرأس مالية وعنده علاقة بالمدة الحديث وعنده علاقة إذن بمسألة الزمن دي بقروش لكن في التاريخ ما كان الزمن بقروش لأنه في ذول واحد بيشتغل وفي البيت في سبعة ناس ومهم وحبوبتهم وجدهم والجيران بيكون بيكفيهم ذول واحد بس شغال لأنه كانت الأرض خيرة وعدد السكان ما كبير وكان المتطلبات ما كبيرة النازل كلهم بيكون عندهم غرفة واحدة بس احتمال ما عندهم حوش لكن عايشين ماكلين شاربين في سلام ومحبة داء المجتمع بتاعنا نحن هذه الخصال حملناها معانا بقى احترامنا للزمن ضعيف وبرضو كمان نحن ما عملنا دولة حديثة ولا مجتمع حديث للأسف بالمعنى الحديث للكلمة بالتالي اللي غيرتسر عندنا مشكلة في الزمن حتى أنا أذكر لكم نقطة في الإطار بأنه في يوم من الأيام كان عندنا ندوى أنا أقيم في لاهاي في هولندا منذ زمن يعني فكان مرة عندنا ندوى بين الشمالين والجنوبين فالتنين جوا متؤخرين أنا يعني للصدفة كنت بدير الندوى جاءت الزولة المعاي بتدير الندوى المعاي امرأة عظيمة جدا اسمها يمطونات أشيلي جاءت ونصف ساعة ساعة ونصف الناس ما جوا بعد ذلك جزء 400 فهي قامت مسكت الميكرافون قالت ليه يا حمد أنا مش قدت ليك نحن مفترضة ما ننفصل نحن بنشبه بعض في أي شيء حتى في السلبيات بنشبه بعض يعني عدم احترام للزمن كلنا ما بنحترم الزمن يعني دي يعني قصدي كانت شكلي نكتب إنه نحن يشير بوزطي في حاجاتا ويشير النقاطي في حاجات برضو ذا سيم يعني نعم في الحد دالي نتذكر دكتور فحمي اسكندر كان متحدث في تيدكس خرطوم 2012 نتذكر عبارة ظريفة قال إنه السودانيين بيحترموا الزمن لكن كل سوداني بيحترم زمنه هو بس ما بيحترم زمن أيوة بصيبوا لي ما بنتلك لأنه ما كلشا لأنه ما بيقى تكلشا ما سقافة لغاية الساعة الزمن ما جزوا من مخيالنا ما هو مخيال بنشكل عبر الغرون غرون عديدة نحن الزمن ما بيقى مخيالنا كمان حاجة تانية أنا كان عندي بالزبط زي ما قال الأستاذك ده أنا برضو كنت للحظة ما كنت بأدير مكتب بتاع شنو المساعدات اجتماعية تابعة بلدية لاهاي لمدة 7-8 سنوات إنت عارف أن السوداني بيكون هو أصلا مواعيد عاملها معي لكي أنا أساعده والشباب المعاي والشابات المعاي يساعدوه بيأي متأخر ساعة ونص لكن لما يمشي للهولنديين ومواعيد ثانية بيمشي لهم بالزبط في الزمن لأنه عارف ديك ما بجامله من إحنا سودانيين الزمن أصلا عندنا ما عنده معنا تقريبا معناتك أصلا هنا يعني حاولنا نقول حاجة في الزمن ودي تحية للناس والسرع نحن كله بنحاول نعتزر ولا عزر لنا المرات الجاية إن شاء الله هنجي في زمننا وكلنا مفترض نحترم الزمن نحن في عصر جديد وفي القرن الـ 21 قلنا موضوعنا الليلة موضوع مهم جدا وخطير جدا ومعقد جدا وطموح جدا يعني إن شاء الله نقدر عليه وهو نحن حنناغش خطوط الصراع الأغليمية وحنشرح يعني شنو خطوط الصراع الأغليمية دي وعلاقة شنو بموضوع المركز والهامش وعلاقة موضوع المركز والهامش بدولة المستقبل شنو الدولة نحن دارينها نوع شنو شكلها شنو هل هي مدنية علمانية هل هي دولة هوية أفريقية هل هي دولة هوية عربية هل هي كومبنيشن هل هي سودانوية السؤال ده مهم جدا والثلاثة مواضع دي هنعرف بعد شوية إنها هي مربوطة مع بعض وهي القاعدة يعني خطوط الصراع دي هي الحددت الفهم بتاع جدلية الهامش والمركز هقول لكم كيف أولا نحن متؤثرين بحاجة متششة جدا معظم الناس ما بين تفولها هي الحرب الباردة الحرب الباردة دي بدأت سنة 1947 الحكة دي خطيرة جدا لازم تركزوا معي فيها الحرب الباردة كانت بين المعسكرين المعسكر الاشتراكي الشيوعي السوفيتي والكتل الشغالة معاه في شرق أوروبا وفي أفريقيا وفي آسيا وفي لاتين أمريكا معروفة إن الحرب دي استمرت لحد 1991 الحرب دي في الحقيقة نحن مشكلة جزء كبير جدا من اقتصادنا والتسلح الموجود في المنطقة والمخيال والشعر ده كله حنجيه وبعدين الحرب دي خطيرة جدا وكان العالم مغسوم إلى معسكرين كل الزمن ده المعسكر الاشتراكي أول معسكر الليبرالي الرأسمالي العالم كان كده في محاولة واحدة خجولة حاولت تقيف في النصية محاولة دول عدم الانحيال ومسة مرت كثير وما كانت فاعلة لكن كل العالم كان منغسم والإنسان المام منغسم ده يقول أنا براي ما بيقدر يعيش الخطوط أنا حوركم الخطوط الأربعة في الأغليم ده كيف متناطحة وعندها علاقة بالصراعات القاعدة تحصل لغاية الساعة لأن الحرب الباردة كان عندها تمويل وكان عندها لتريتشا كان عندها أدب والتمويل بتاعه ده مستمر بشكل مستمر إنه في الحقيقة بعدما الحرب الباردة انتهى سنة 1991 لم تنتهي إلا إجرائيا هنعرف الموضوع ده بعد شوية وحنعرف حاجة خطيرة ومهمة جدا إنه مشرقنا وعالمنا الشرق الأوسط والغارة الأفريغية شمالها وجنوبها كلها كانت منغسمة على أساس الاشتراكية الشيوعية السوفيتية المدى الاشتراكي أو منغسمة مع الخطة الآخر الليبرالي الرأسمالي وهي أربع خطور أربع خطور الشرق الأوسط وأفريغي كلها شمالها وجنوبها مغسمة لأربع خطور الخطة الأول وده بعدين حوريكم كيف هو شكل السراع والثورات وكيف المناطق الموجودة في الخطة الاشتراكي حاجة يقول لكم ده الخط الرأسمالي الخط السلفي وهنا ما بنغيم لازم تقول حذرين جدا ما في تقييم منه السلفية يعني الشيوعية أفضل من السلفية والسدة أفضل من ده نحن في مغام العلم ما في تقييم سلفية ده منهج قديم معروف والشيوعية ده برضو منهج معروف قبل ماركس قبل ماركس يقول لك بزر الغفاري كان اشتراكي وكان فيه اشتراكية في التاريخ دائما ونحن في السودان شعوب السودان نفسها عندها اشتراكية قبل أن يولد ماركس وقبل أن تنبعث الحضارة الغربية الحديثة الحالية كان عندنا نظم اشتراكية طبيعية موجودة في السودان وموجودة في مناطق كثيرة فوق أرض الكوكب لكن عندنا في السودان أصهر مرة من المرات تحدثنا عنها شوية في حلقة سابقة لكن الآن الخطوط الأربعة لكي بعد ذلك نجي لمسألة الهامش والمركز دي جات من وين وقال ليه ما كانت فيه بالوضوح ده في الماضي في نظرية سياسية دي ما كانت فيه النظرية دي انبعثت قريب فهم إنه هناك مركز وهناك هامش ده حنجي نفهمه لما نقول الخطوط نشرح الخطوط الأربعة اللي احنا جزوا منا في السودان الخطة الأول هو الخطة الليبرالي الرسمالي الذي كان يتبع للغطبة المختلفة عن السوفيتي غطبة الغربي أصلا ما في تغييم الغطبة الأمريكي الغربي والخطة بتكون من المملكة العربية السعودية وعمان سلطنة عمان والإمارات والبحرين والكويت وغطر وأنا بضيف له لتشابه الظروف الاجتماعية والسياسية بضيف له الأردن وإسرائيل مع الاختلافات ما في هنا الشجب وتغييم سريع ونحن ما في مقام النزاعات السياسية والتسرع والتعجل بضيف له إسرائيل لأن الخطة هو أصلا خط كله تبع المحور الغربي لأنه قلنا الناس كان لازم تنغسم هجي لكم بعد شوية الخطوط الأخرى كان لازم تنغسم وما عندك فرصة أن تعيش كدولة أو مجتمع بدون أن تنحاز لخط من الخطوط فالخط الرأسمالي الغربي الذي هو تبع الرأسمالي الغربي والمحور الغربي كان متخذ السلفية من الدين السلفية كأيدولوجيا وليس العروبة كعرق العروبة كعرق معطلة الخطة الثاني هو اللي يتخذ الاشتراكية كأيدولوجيا والعروبة أيضا هناك بزط فاعل لتجمع الناس عنده أسباب فيها الخط الاشتراكي هذا بتكون من العراق الخط بتاع العراق حزب البحث العربي الاشتراكي سوريا حزب البحث العربي الاشتراكي لبنان فلسطين منظمة التحرير الفلسطينية لما نرجع في الماضي بنلقى وأسسه جورج حبش مارك سيلينيني ثم بعد ذلك استلم منه ياشر عرفات أيضا عروبي اشتراكي فلسطين مصر العربية الاشتراكية جمال عبد الناصر وبعد ذلك ليبيا الجماهيرية العربية الاشتراكية العزمة ثم بعد ذلك السودان دائما كان تبع الخط الاشتراكي وتسلحه ومعاملاته كان ضد الخط في معظم الأوقات ضد الخط الآخر وإنه في زمن نميري كان الحزب الحاكم اسمه الاتحاد الاشتراكي بعد ذلك دائما أضفت هناك الأردن وإسرائيل بتبدو غريبة برضو الخضة بضيف له اليمن وبنتهي كده اليمن الجنوبي كان بيحكم الحزب الاشتراكي وفي العام 1991 توحدت اليمن وبقت بغيادة علي عبد الله صالح اللي هو كان بيغود الحزب الشعبي والحركة الشعبية بتشبه كده اسمها والخط بتاع اليمن الجنوبي كان بيغود الحزب الاشتراكي معظم الوقت وكان في يوم من الأيام في حركة اسمها زفار معروفة الحركة دي كانت حركة ماركسية شيوعية كانت بتنطلق من اليمن لتضرب الخليج وهدفها الأساسي نتحول الخليج إلى منطقة اشتراكية وكان معظم الوقت بتحارب الحكومة الموجودة حكومة سلطنة عمان لحد ما حصل اتفاك سنة 1975 الحركة دي بدت في ظل السلطانة الأول غابوس تيمور ابن السلطانة الحالي سعيد ابن غابوس فكانت الحركة دي نشأة الوقت داك وهي حركة ماركسية منتغلة بتنطلق من اليمن أنا داير أبرد لكم من اليمن لتبع الخضة وإنه بعد ذلك حاجة خطيرة ومهمة جدا جدا يعني القصة ما أفكار بس لا القصة عندها على غابة تسلح الخضة جميع الدول الموجودة في الخضة التسلح بتاع سوفيت على وجه الإخوة لغاية السلح في السودان الطيارات اللي بتضرب بيقولك أنتينوف أنتينوف دي روسية شفت كيف العراق الدبابات تضربوها الأمريكان 3500 دبابة كلها كانت روسية التسلح بتاع سوريا كل روسي لدرجة إنه روسيا نفسها اضطرت تجي سوريا تدخل سوريا لأنه دي حتة مهمة عندها مدام الأمريكان شالوا العراق اللي كانت اشتراكية فاتطرت روسيا تجي بجيش وبالسلاح نفسه إلى سوريا الاشتراكية بعد ذلك مصر السد العالي عملوا الروس طبعا وبعد ذلك لغاية السعب بعد اتفاقية كام ديفي تسعب إلى 40 سنة لكن ما زال معظم تسليح الجيش المصري روسي وكذلك طبعا ومؤكد ليبيا الاشتراكية العظمى المملكة الكانت يعني وبعد ذلك السودان لغاية السعب تسليح السودان روسي جميع التسليح معظم روسي أي شيء مجروس روسي الطيارات روسية الكلاشنكوف روسي كلها أسلحة روسية ها الأسلحة لا تأتي براها الأسلحة دي وراء تجارة وراء بيزنس وراء نقطع غيار وراء تكنولوجيا تباردك لازم تشتريها بعد ذلك لازم ننتبه لحاجة خطيرة المرضي هنا لأن الكلام يبقى إنه في الحقيقة أعظم تجارة في العالم ليست الذهب ولا البترول أعظم تجارة في العالم هي تجارة السلاح طبعا معروف يعني القروش القاعدة تنفق على السلاح هي أعظم ميزانية الكرة الأرضية بتنفق على التسلح دي حاجة مهمة جدا جدا لأنه التسلح ده ما بيجي براه إت لما يكون عندك سلاح من منطقة محددة إبقى المنطقة دي هي بعد ذلك اللي إت بتتصرف معاه على مستوى التجارة وعلى مستوى الثقافة وعلى جميع المستويات طبعا مؤكد ما في عزل تام العالم ده متشابك مع بعض ونحن سيبين نتحدث على اللحظة محددة اتتزت شديد جدا دا يقول معلومة خطيرة ومهمة شأن نجي لقصة الهامش والمركز دي جاءت من وين جاءت من الحد قبلها ما كان فيه قبلها ما كان فيه لأنه جميع الناس اللي كانوا موجودين في الخط أنا حركز على الخط اللي قلت الاشتراكي دا لأنه نحن منه سنجي للهامش والمركز الناس الموجودين في الخط الاشتراكي دا كان بيتمثلهم مفهومين ليمثلوا نفسهم على أساس الدولة ولو يشكلوا الدولة ولو يحققوا مصالحهم الذاتية أو مصالح جماعتهم كانوا بكونوا اشتراكيين أو بكونوا عروبيين أو بعد ذاك طبعا التيارات اليمينية الجاية من الخط الآخر ذاك برضو طبعا التيار بتاع الإخوان المسلمين كان مدعوم من الخط الآخر لأنه في صراع قلنا في صراع عنيف جدا بين الخطوط دي أسا احنا حدثنا عن خطين قبل ما أرجع للخط الاشتراكية أنا ما قلت الخطوط أربعة أنا هارجع بتركيز على الخط الاشتراكية دا ووريكم كيف هو مشاكل وتفرتق ليه عشان في أسباب محددة يعني تشوف الانفصال الحصل في العراق الكوارث الحصلت في سوريا مصر تهزت لكنها استطاعت أن تنهض السودان انقسم ليبيا تفرتقت اليمن في مشكلة الخط سنشرح مشكلة جنوب لكن قبل نمشي للخط التالي سنجر الخط بتركيز الخط التالي هو الخط الليبرالي وده تبع الحماية الفرنسية المباشرة وبتكون من تونس والجزائر والمغرب العربي وإلى حد ما موريتانيا ده الخط أنا بسمي الخط الليبرالي ده الخط التالي وده مهتز شديد لأنه تبع الحماية الفرنسية المباشرة مهتز شديد يعني حصلت مشاكل في تونس وحصلت ثورة لكن قدروا يلموها ما تفرتك زي بديت الخطوط التالي حشان قلنا التسليح حشان قلنا عوامل كثيرة واخرى يعني ليس التسليح في حزب حنقول بعد شوية بعد ذاك في الخط الرابع اللي هو أفريقا كلها أفريقا كلها كانت بعلبان أفريكانيزم التحررية الأفريغية وكانت كلها اشتراكية يعني أفريغية كلها ما رحم ربي إلا كانت جنوب أفريغية وبوتسوانا والمناطق التي كانت مستعمرة إلى حد التسعينات ده موضوع ثاني وشنوه الخط الرأسمالي والخط الاشتراكي باختيالات وعنف شديد جدا في منطقة أنجولا بعد ذا لما نجي ندخل العمق الأفريغي بنلقى الكنغو الكنغو كان في عنف وكان في عنف شديد جدا بين الخطين وكان في لومنبا لومنبا الحارب معه جيفارة وعندنا في السودان كان حاجة بزمن نميري مركز مركز لومنبا لومنبا ضلغا إذا الاشتراك الشيوعي الأفريغي العظيم الحارب معه جيفارة جيفارة جوا من هناك شايل سلاحه شايل كلاشنكوفو جوا من الحتات بتاعت كوبا ولاتين أمريكا اللي طبعا اشتراكية منقسم انغسام عنيف كانت في الخط مع الخط الاشتراكي طبعا بنعرف كوبا لغاية السحفية أسلحة زرية روسية يعني روسية الصنع طبعا وبنعرف الإنقلابات والعنف اللي حصل في لاتين أمريكا في شيلي وفي الأرجنتين وفي البرازيل وبنعرف السحب بنزولة لغاية مدورة لكن أرجع للخط بتاع أفريغيا تاني بأن الخط بتاع أفريغيا معظم كان بين أفريكانيزم وغيادات أفريغيا معظم الكبار كلهم طبعا الخط البان أفريكانيزم كلهم الخط الاشتراكي الخط للبان أفريكانيزم الحركة التحررية الأفريغية مثل جيلس نايريري في تنزانيا مثل موغابي معروف طبعا مثل قبل شيء يقولنا لومانبا وبعد ذلك الحركة بتاع كابيلا وغير وبعد ذلك تاني لما تجي أسيوبيا منقستو منقستو هالي ماريام القلب النظام الملكي في أسيوبيا في يوم من العيام وانتهى 1991 ولغاية السحب أسيوبيا دائما كان طبعا الخطة الاشتراكي والسيوبيا عند أكبر بيزنس مع الصين مش مع أي حتة تانية صحيح طبعا الحرب الباردة انتهت وبقى فقود بواحد لكن ما زالت تسلح وما زالت كثير من عناصر الحياة اليومية بتحت الخطة متؤسرة بالمد الاشتراكي ولغاية الساعة عندها تسليح معظم تسليح أقول الحرب الباردة اللي انتهت جرائيا سنة 1991 لكن عندها تمويل وعندها خطة جارية لأن الانهيار بتاع الاتحاد السوفيت فاجى الفاعلين الآخرين من خطتهم بعيدة الأمد ما زالت جارية طيب الثاني احنا قلنا الخط بتا عفريكا كان منسغ مع منه كان منسغ مع الخط الاشتراك العروبي الخط الاشتراك العروبي والشيوعي اللي انا قلت ده كانت تنسيق دايما كل افريكا قاعدة تنسق معظم الدول الافريغية حتى لازم نعرف معلومة مثلا بنكون ناسين انه نيكرومة والمؤسسة الاساسي غانا دي كانت مهمة جدا في التاريخ بتاع افريكا لان اول دولة صحت واخذت استغلال ما وراء الصحراء بعد السودان بسنة سنة 1957 وخمسين ونيكرومة ده كان غايد عظيم جدا جدا طبعا معروف نيكرومة والاشعار السودان بنعرف اشعار شيوعيين واشتراكيين متلفلين يعني نيكرومة ده مهم جدا جدا لانه مؤسس بتاع البان افريكنيزم وشيوع مشهور واشتراكي شهير جدا جدا ومعروف الغرة الافريقية كلها ولكن لازم نتذكر معلومة مهمة جدا انه درس في مصر والصديق لجمال عبدالناصر وجمال عبدالناصر زوج له فتحية بنت رزق المصرية الزوجة الولد منها ولاده وعنده ولد اسمه جمال نيكرومة ولد اسمه جمال مسمى على جمال عبدالناصر والولد اللي ستعايش في مصر شوفت كيف عشان نتذكر التاريخ كويس عشان نيب عداك انه الخطوط دي الخط الاشتراكي متناطح عبر التاريخ بتاع الحرب الباردة مع الخط الاخر خط الخلي والمنابس منابس شتائم شيوعيين واشتراكين متلتلين مظفر النواب مسمى الطرف الاخر ولاد القحبة يعني الفاظ شعراء متلتلين مش مظفر النواب وحده لا أمل دنقل الأبنودي التجي أشعار أدب كسيف جدا جمال عبدالناصر نفسه قال الفاظ كان في حربي يعني احنا ما بنغيم بنقول ده صاح وده غلط لا أبدا نحن داييرين نقرى المسافة المسافة كلها عشان نقدر نعرف ده جنوب الزبط والصراع ده جاي من وين ونحن ذات الحاجاتنا دي جاي من وين وبنفكر كيف التأثيرات الموجودة كلها مفترض نقراها وما بنجي فينا طبعا نحن هنمشي لجدان بعد شوية فكان في حرب 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 عنيفة جدا الحرب دي ليس السياسية بس مخابراتية وأدبية وفنية حرب عنيفة جدا جدا يعني شعر شعر متلتلين حتى كمان شاعر زي طبعا شاعر ماركسي معروف زي مثلا درويش محمود درويش عنده قصيد اسمه مديحة الظلة العالي يعني دي معروفة طبعا وبعدين في السودان لما تجي السودان حتلقى طبعا مين حتلقى محجوب شريف وحتلقى ودبادة وحتلقى القدال وحتلقى حميد ديل كلهم شعراء كانوا مع الخطة الاشتراكي وكانوا ضد الخطة الرأسمالي تبع أمريكا وهم تبع الروسيا يعني ما في زول أحسن من زول لأنه هناك بيقول لك كان الشيوعين بيقول لك لما زول يمشي أمريكا بيقول لك ماشي جاور يعني زي زول ماشي مكة بيقول لك دي جاور لكن الشيوع لما يمشي موسكو ما مفتكر دي جوار مفتكر دي بركة يعني ما دار يقول لك إنه الخطوط ده أي زول شايف نفسه لما مثلا أي خط بيتهم الآخر بأنه عدو عدو للإنسانية وعدو للتغدم وعدو للحضارة كل زول فيهم بيتهم الآخر باتهامات فالخط الاشتراكي كان عنده شغل وكان حاول يقلب الأنظمة في الخليج طبعا في زمن جمال عبدالناصر وكان جمال عبدالناصر بيتدخل في اليمن بشكل مستمر وبيقول الفاظ كمان يعني برضو طبعا داخل الصراع ده كله الصراع اللي كان يعم الكون كله نحن نحن طبعا كنا كنا جزه منه وكان في حرب 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 يعني حقيقية حرب بالوكالة الحرب يعني الحرب بقول لك باردة هي لم تكن باردة إلا بين دول المنشع أمريكا وروسيا الوقت ده السوفيت لكنها كانت حرب ساخنة جدا ساخنة عمت كلها كانت الكرة الأرضية موت بالملايين كامبوديا بولبوت ماتوا مليون شخصي في مدة بتاع السنتين فييتنام حرب رهيبة جدا طبعا دي حرب شيعيرة سمالية مع بعض الاتحاد السوفيتي دخل أفغانستان والخطة الآخر ده ما شالف أفغانستان حرب عنيفة جدا جدا حرب 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 الكوريتين من فصله يعني والكورية الأخرى بتعمل سلاح زري وعنف طبعا اشتراكية برضو وعنف شديد جدا وبطن هذا الصين برضو الصين دي ذاتك دولة نهضت بالاشتراكية في العهد بتاع الحرب الباردة روء الصين نفسها البعض العظيم ده مهض ضيام الحرب الباردة بالأيدولوجيا الاشتراكية شوفت كيف الاشتراكية بيتموت في حتات التنهض في حتات بنصفة جديدة لما تمشي اللاتين أمريكا ده كمان عنف رهيب 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 يعني في عنف 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 ومزابح ويعني لم تكن الحرب باردة إلا بين دول المنشعة لم تكن كان في حرب بالوكالة وانقلابات عسكرية في كل أنحاء العالم وانقلابات عسكرية عندنا نحن مانجستو في أسيوبيا في سياد بري في الصومال النميري اشتراكي قلنا قبل شوية الحزب الاشتراكي في السودان جمال عبد الناصر نيكرومة جيليس نايريري موبوتو قلنا قبل شوية بتاع موزنبيغ يعني ده كل انقلابات وعنف عنف عنف وعنف متبادل ولكن الطرف الآخر الطرف الآخر طبعا دايما ما ساكت المرة دي الصد صعبة جدا جاب الحركة بتاعت الإخوان المسلمين عشان تحارب المدى الاشتراكي والمدى الشيوعي حركة الإخوان المسلمين أيام الحرب الباردة كانت ممولة مباشرة من الخط الرسمالي وآجين هنا ما بين غييم يعني مجد معناتا والله دي الناس يعني جنوه هنا ما في تقييم ولا في تحكيم أنا شخصيا أنا لا أحكم رؤاي الشخصية ولا أيدلوجيتي ولا أفكاري أنا نحن مفترض في مقام العلم يعني حركة الإخوان المسلمين دي نشأت حركة مستغلة يعني أصلا البنة لما انشاء ما قصده كده لكن بعد شوية ما في طريقة غير كده وتم استخدام الحركة وتم اختراغها شفت كيف وهذه الحركة اشتغلت شغل رهيب جدا جدا لحد ما بعد ذاك توطدت ومسكت السلطة عسكريا في السودان برضو في ملابسات محددة لكن بعد خلاص نهاية الحرب الباردة لذلك في ذات اتجهت اتجاه آخر يعني حركة الإخوان نفسها لأنه بعد ذاك تم الاستغناء عن الحركات الإخوانية والحركات السلفية السلفية نفسها مشت أفريغي عشان تحارب الاشتراكية عشان تحارب المد الشيوعي والسلفية طبعا قديمة جدا أكدا من الشيوعية يعني هنا برضو ما في تغييم إنما برضو في ناس دعاء حقيقين لكن ديل كان خطه منسجم مع المحور الآخر بالتالي برضو تم استخدام السلفية لضرب الحركات الإشتراكية والدول الإشتراكية في أفريقيا ومحاولة تحييد المد الاشتراكي أيام الحرب الباردة وهذه العملية تواصلت حتى بعد ذاك العالم طبعا غير مخيال وبعد ذاك أصبح غبق واحد ما تنسو دي بعد ذاك طبعا أصلا الليبرالية بتعمل على تفتيت الكتلة دا حتى نجي بعد شوية نجي لقصة الهام بشكل مركزيات كيف بس إحنا ماشيين شوية شوية أصلا الليبرالية بتعمل على تفتيت الكتلة لأنه الليبرالية أصلا التعددية التعددية الحزبية والتعددية البزنس وتعددية كل شيء التعددية عكسي فوق الإشتراكية هي الكتلة تلقى زمان الميدان فوق العنوان نسا أنا ليس زمن ما راجعت الميدان لكن زمان الميدان كان فوق العنوان يا عمال العالم اتحدوا مش عمال الحصيحي سوى اللهم روابة عمال العالم كله يا عمال العالم اتحدوا تصدر في السودان لكن لأنه الاشتراكي الوحدة العالمية إحساس بالمصير المشترك بتاع الكرة الأرضية كلها كانت أجتولوجيا عظيمة عظيمة وطامحة جدا وعنيفة وقوية جدا وكانت ساطعة جدا في لحظة من اللحظات لأنه جوا في العدالة الاجتماعية والعدالة الاجتماعية ما زالت مطلوبة طبعا المرة دي أنا أقول رائعة دايما العدالة الاجتماعية شي جميل لأنه الاشتراكية إذن فيها حاجات جميلة زي ما كلها على أيدالوجيات برضو فيها حاجات جميلة والناس العليقناعة دي بيشوفوها حاجة عظيمة جدا الليبرالية دي وداقل الحرب الحرب بين الأطراف دي كانت الليبرالية دايما طبعا عندها وكلاء وعندها ناس موجودين في الأرض وعندها إعلام وعندها أموال وعندها يعني عندها شنو بتسعى إلى تفتيت الكتلة تفتيت الدولة وتفتيت الجماعة عشان الكتلة دي تقيف ما هي عدوة للوحدة لأنه عدوة للوحدة مش مجرد مؤامرة لا الليبرالية في الأصل كده ولكن المؤامرة موجودة لأنه هناك حرب يبقى في سببين سبب اصطناعي هناك حرب وسبب طبيعة الأيديوية الليبرالية نفسها اللي بتسعى إلى تفتيت الكتلة وبتسعى إلى احترام التعددية والتعامل مع التعددية والتنوع شفت كيف عكس التيارات الأخرى الاشتراكية مثلا جمال عبدالناصر طبعا اشتراكه شهير جدا جدا جمال عبدالناصر كان بيقول كان نحن عندنا في السودان ومصر قبل جمال عبدالناصر كان فيها يسمى الوحدة وادي النيل يعني السودان ومصر يبقى حاجة واحدة لما جمال عبدالناصر وحدة وادي النيل وقفت بيقى في وحدة أكبر اسمها الوحدة العربية والوحدة العربية طوالي تقوم على مبادل الاشتراكية والعدالة الاشتراكية وتقوم على العرق العربي مش العرق العربي وحده العرق العربي كسغافه وكلغه يعني وفي نفس اللحظة ما زي التيارة الآخر والتيارة الآخر هي الأيدولية السلفية والعرق معطلة يعني هناك ما في حاجة اسمها الغومية العربية ما في جانب الآخر لكن هنا في معين العرب هنا أقل ومشكوك في كميتهم ومشكوك في عددهم في التاريخ لأن الناس منوعين في العراق في أكراد في أزيدية في أشوريين 4 مليون أشوري في العراق خاصة على السكانة كموا في أكراد وفي أزيدية دي كلهم ما فيهم زل بالدعي بينهم عربي ولا في كتابات قالت بينهم عرب إنما العراق منوع جدا ولسه فيه غوميات تانية يعني أكاديين وغيره شبت كيف وأتراك وأرمن كله موجود لكن بعد ذاك العراق بيقول شنو حزب البحث العربي الاشتراكي وهم زاد رسالة خالدة وهنا الغومية العربية المقصودة كأيدولوجيا ما عرق أيدولوجيا سوري أيدولوجيا برضو أيدولوجيا لتجمع الناس وهي طبعا نشأة بدري أيام العهد العثماني لما كان العرب ما كان عندهم اشتراكية لسه وما كان في القومية العربية ونجحت إلى حد كبير طرد العثمانيين الوقت ذاك بالتالي تبقت كبريق لأنه الناس يجتمعوا لأنه أصلا الاشتراكية ما متعارضة مع هذا لأنه الاتنين بيقولوا بالوحدة والاشتراكية بتسعى إلى الكتلة دائما وقلنا جمال عبدالناصر بدلا من وحدة وادي النيل حول إلى الوحدة الأشمال العربية ولكن في نفس اللحظة التنسيق والاتحاد مع أفريغيا كلها لذلك اتعاملت منظمة الوحدة الأفريغية سنة 1963 الوحدة الأفريغية كانت بغودة نيكروما وبغودة جمال عبدالناصر وبغودة هايلاسيلاسي في أسيوبيا وفي السودان كانت القيادات السودانية موجودة عبود كان غايد كان يعني من المؤسسين بتحت الوحدة العربية وكان النزل معظم كلهم إحساس اشتراكي وإنهم هم حيأسس وحدة أفريغية وفي نفس اللحظة منسقين مع أهل الوحدة العربية الاشتراكيين ضد العدو في الطرف الآخر اللي براء للراسمالي أيًا كان في كوكب الأرض هم ضده ده الصراع كده الصراع ده الحصل بأنه بعد انهيار الاتحاد السوفيتي أيوة قبلها إنه في الحقيقة المكنزمات اللي اشتغلوا اللي اشتغلت شنو عشان تفرتق الكتلة دي يعني الوحدة العربية ما تبقى والوحدة الاشتراكية ما تبقى والوحدة الأفريغية ما تبقى لحد سنة 2002 خلوا يسمع الوحدة العربية قاموا سموها سنة 2002 الاتحاد الأفريقي لأن الوحدة استحالت تم الجانب الآخر استخدم جميع الحاجات استخدم الدين لتفتيت الكتلة استخدم التيارات السلفية والتيارات الإخوانية لتفتيت الكتلة عمل تصحي للنزعات الغبلية والنزعات العرقية لتفتيت الكتلة بالمال والإعلام سعى لتفتيت الكتلة وبالإنقلابات المضادة لتفتيت الكتلة وبالتالي إذن الحسر إنه فعلا بقى إنه ما في أيدالوجيا ولا في فهم ولا في كتلة تمثل الناس وما في بريق أي وحدة كانت بالتالي الناس رجعت إلى هويات وبقت الدولة نفسها ضعيفة بعد انهيار قبل انهيار المعسكر الاشتراكي بشوي المعسكر دمان هار دفعة واحدة كان بيضعف بشكل مستمر بشكل مستمر لحد انهار جرائيا يعني وفيزيائيا سنة 1991 كما نعلم وذلك بنهاية الاشتراكية في روسيا والشيوعية في روسيا وانهيار سد برلين في العام 1989 يعني كان في راديو يعني وبعد ذلك بنعرف رومانيا والانفلات الحصل للبوسنة والهرسك وسربيا ده كله ده كله تفتيت للوين ده كانت يوغوزلافيا بعد ذلك بيقت سربيا وفي ضبع وعندنا زول هنا في لاهاي انتحر مولوسوفان مولوسوفيتش ده كان هو غاية سربيا وسربيا ده كانت جزو من يوغوزلافيا الشيوعية غير تفتيت للكتلة تفتيت للكتلة بالتالي كان لازم يشوف ده ذاته سربيا بيقت ده البوسنة مجموعة وسربيا مجموعة عرغية يبقى لازم الناس ترجع تفتيت جزورة تفتيت شيئا هويات الدينية أو هويات العرقية أو هويات التاريخية زي انه نحن كوش ده هوية تاريخية انه نحن افارغة ده هوية بتبدو عرقية ومندسفها الثقافية أو ثقافية ومندسفها العرق سوري العكس انه يبتبدو ثقافية لكن مندسفها العرق وذيك التاريخية بتاعت جمال محمد جلال هاشم حنجي نتحدث عنه بعد شوية الثلاثة البكر آدم إسماعيل ومحمد جلال هاشم و صديقنا الباغر العكس لأنه برضو عنده ورقة بيقول فيها غوم سود جو ثقافة بيضاء حنجي بعد شوية نتحدث عن الموضوع ده قلنا في الحقيقة كان فيه تفتيت للكتلة يبقى التفتيت للدولة ذاته إذن يبقى الدولة بتكون ما فاعل ما موجودة ومعطلة التمسلاحك لازم يتغير يا أستاذ لازم يتغير وفيه تفتيت تفتيت للكتلة حصل في العراقة الاشتراكية تفتيت للكتلة بيحصل في سوريا تفتيت للكتلة محاولة إنه يحصل في مصر لكن مصر أكثر تماسك ولأنه العرق فيها مصر فيها 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 انسجام عبر تاريخ صحيح لذلك بالمناسبة الهزة بتاعتها اهتزت برضو لكن ما كانت عنيفة زي المجتمعات الأخرى وليبيا شو لب حصل في تفتيت للكتلة تفتيت للكتلة في السودان بقى اثنين وساع ممكن برضو في تفتيت مستمر للكتلة في السودان في تفتيت للكتلة في اليمن مش الحرب اليمني حرب اليمني عندها ظروف محددة لكن كله عنده علاقة بالحرب الباردة وكله عنده علاقة بأن الدول تصنع باتفاقية سايز بيكو معظمة لبنان دي ما كانت موجودة حدود دي ما كانت موجودة الحدود دي كلها اتعاملت يعني مش لسي بقول لبنان ما بلد لا كل البلدان دي صنعت كلها كلها بلا استثناء صنعت وفق اتفاقية السايس بيكو وبعدين توطدت وانقسمت اجين وفق الحرب الباردة والآن اتفاقية السايس بيكو ما عادت فاعلة والحرب الباردة انتهت أسارة ما زالت غائمة لذلك المنطقة دي لازم تشكل من جديد بناء على الوقايع العالمية الجديدة وموازنات الغوة الجديدة لذلك ترام بدماجة عبسا ترام بدماجة بس لانه زول كده يعني شيطانا والناس بنبزه فيه بكل الطرق هو ما شخص هو ده بمثل المرحلة المرحلة الحالية بتاع التخصيم العالم وحتى المعاهدات الدولية ما عادت صالحة لانه موازنة القوة ما عادت هي زاتة في حاجة جديدة مفترض تحصل دي الجصة وهذه الحاجة الجديدة لانغسامات اللي نحن قاعدين نشوف في مجتمعاتنا دي عندها علاقة بالضبط بانتهاء الخطة الأولى بتاع السايس بيكو انتهت خلاص انتهت والقطبة الآخر انتهت بيقى في شيء جديد مفترض يحصل لغاية الساعة كون بالشكل من جديد وأمريكا بتنسحب من معاهدة البيئة لانه المعاهدات دي تعملت زمن موازنات محددة حتى اتفاقيات حقوق الإنسان واللاجئين بعيدوا في سياغتها الأمم المتحدة ذاتك منظمة الأمريكان هددوا كم مرة بينهم تاني ما حيمولوا لأنه الوظيفة بتاعت أصلا الأمم المتحدة الذي انشأت بعض الحرب العالمية مباشرة والوقت داك برضو ما زالت الأقطاب موجودة وما زالت الصراع ما بيشبه اللحظة الحالية بالتالي الأمم المتحدة ومجلس الأمن نفسه لقدام حيتم صياحته من جديد ده كله حيحصل بناء عن الوقاعة الجديدة يعني احنا جزوا من الكون نحنا في السودان جزوا من الأغليم الأغليم جزوا من العالم العالم دا جزوا من كوكب الأرض بنتأثر ونتأثر بما يحدث من 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 حولنا ابقى أسي أنا كده يعني عملت حاولت أقول الأشي الأول بتاعنا بشكل مقتضب ومختصر الأشي الأول بتاعنا هو خطوط الصراع كانت شنو وطبعا دا بشكل أكاديمي وفصل أكاديمي لأشياء طبعا متداخلة مع بعض وليست يعني كده بس لكن دي الخطوط العريضة شأن نحنا نفهم الكور بتاع الصراع دا الكور بتاع الصراع بعد ذاك طبعا في تداخلات والحالة باردة قرد انتهى سنة 1991 قلنا إجرائيا لكن آسارة ما زالت باغوي نصا عندها خطة وعندها بلان وعندها يعني الربيع العربي دا أصلا الحصل دا بيكون مؤسسي الليو قبل خمسين سنة بس حصل اللحظة المناسبة جات كده بعد ذاك مآلات وغد تكون لأن الحرب الباردة انتهت كانت خطة يبقى ذاته مآلاته ما بتكون زي زمان ما زي المطلوب زمان كل حاجة في تغييرات قاعدة تحصل لكن الخطة حققت أهدافها بالشكل تقريبا دقيق وما زالت تحقق أهدافها بمنتهى الدقة شوفت كيف؟ هكذا هو الأمر يعني طيب قلنا إنه إذا ننتهينا من الجزء الأول وباقي لينا إبقى الهامش والمركز عشان نجي نقول الدولة التي نريد هي شنوك عالي وطبعا دي من أفضل نظر الباحث زول زيي وأنا طبعا لسته المعلم ولا المحاضر ولا شنو ولا بوزة إنما أنا بتشاور معاكم داخل أزمة كبيرة جدا مستهلكان كلنا ويجب أن نتشاور بشكل موضوعي وشكل علمي بما نستطيع ونطلع مع بعض يعني بفهم مشترك يخليني إحنا نفهم تنوعنا بجميع نواعه السياسي والعرقي والثقافي والاجتماعي والمذهبي والأيديولوجي والجهوي المناطق والغبل والعشائر والشخص على مستوى الشخصنا والشكالنا والواننا وجندرنا ده كله دائر شغل دائر دائر أفق ودائر رؤية لغاية الساعة أنا بتدعي بأنه إحنا لم نتلمس هذه الرؤية لذلك عندنا مشكلة يعني عندنا أزمة كبيرة جدا اللي بيحصل الهامش أنا قلتها داخل ده كله يبقى بعد ذلك يبقى الناس لازم ترجع لهوياته في انغسام معنات الناس كده انتبهت لما الموارد ضاقت بأنه في الحقيقة انتبهوا لأنه هناك مركز مسيطر وهذا المركز حسب صديقي أباك رادم إسماعيل وهو كان زميلي في الجامعة يعني كنا نحن في نفس الفترة وهو صديق بالمعنى الحرفي للكلمة يعني إحنا لما نتقابل عندنا ذكريات ما بنحكى عن السياسة ذاته لما نتقابل بنحكى عن ذكريات تانية ما في سياسة قابلته طبعا كم مرة كده يعني طبعا هو مشى حتات تانية وأنا مشيت حتات تانية فارتقنا لكن لما نتقابل ما بنحكى عن السياسة بنحكى عن ذكريات تانية وطبعا لأنه ده محسوم أصلا معروف المواقف مش لأنه ده ما مهم لا أبدا ده همنا كلنا لكن لأنه ده معلوم وعندنا نحاية حميمية برضو أفضل وعندنا ذكريات يعني مشتركة فأب بكر بيقول طبعا ده بيختصار شديد جدا النظرية الجددية الهامش والمركز دي طبعا فيها كلام جواه كتير كلام رائع وكلام جميل وفيها تحليل ثقافي لكن طبعا فيها مشاكل من ضمن مشاكل الأساسية أن هناك مركز جغرافي وعرقي في مغابل مركز جغرافي وعرقي يعني ما في مركز سياسي بس يعني إنما المركز جغرافي وعرقي يعني إت لو قاعد في المركز هناك وإت معارض في السجن وبيضرب فيك بالصوت إت معارض للكيزان ومعارض لإنميري ومعارض لعبوت ومع غضايا الهامش حسب رؤية جدلية الهامش والمركز برضك إت مركز وعندك امتيازات ومستفيد لأنه عرغك دمك ده من الحتة دي ده دفقة طبعا في النظرية وده طبعا بيختصار شديد جدا جدا بعدين فيها برضو قصة المساومة التاريخية المساومة التاريخية دي ما بتعني شنو بتعني زي النظام بتاع لبنان يعني برضو في ختامة في حاجة جميلة جدا بتبدو بيقول بالمساومة التاريخية إنه عراغ السودان تقعد مع بعض وتؤسس محاصصة تقريبا معناته كده يعني إن لم تخنيت ذاكرة ده برضو طبعا غلط لأن النظمة الزي دي أثبتت فشلة والآن أكبر فشل شهيد جدا من نظر بالمثال ولبنان بالزبط كده فهذا أنا مش بقول كل النظرية الدعي بقول لا أنا شأن دائر أجي أقول إنه ما فيها الحل فيها مؤشرات مهمة جدا لبعض المؤشرات في الاجتماعي مثلا حتى العنصرية ذاته ما بتعالية لأنه العنصرية دي بالمناسبة هي عابر للغارة وعابر للمجتمعات وعابر للدول وعابر للزمن مسألة العنصرية دي مسألة خطيرة جدا ودائرة معالجة يعني على عدة مستويات يعني هي لأنه معظم نظريات الهامش والمركز بتستند على أن هناك جماعة على الصفاء عرقي وهذه الجماعة إما حقيقية وعند بكر آدم إسماعيل معظمة حقيقية عكس محمد جلال هاشم إنه محمد جلال هاشم بفترض بأنه هناك جماعات مدى عروبة هناك جماعات ما في عرب هناك جماعات مدى عروبة وعلى هذا الأساس بتمتلك الامتيازات المادية والمعنوية والرمزية وطبعا السياسية والاقتصادية وهذه الجماعات موجودة في المركز وإنه عند محمد جلال هاشم إذا عند بكر هناك الأفريغانية وهناك المساومة التاريخية ما نظلمه هناك أيضا المساومة التاريخية أبكر في حتات كثيرة معقول جدا طبعا لو التحية ولهم التحية جميعا إنه محمد جلال هاشم بيقول بأنه هناك جماعات مدعية زي وما زي الباغرة العفيف وأنا حندي تطش كده نحل الكلام من ده شوي في عجالة يعني عشان نبشي الدولة الداري للناشم الباغرة العفيف لأنه هم اللي اتنين بنطلغوا من فكرة واحدة الباغرة العفيف هو ما يعني كاتب كثير في الموضوع ده عنده وركته واحدة اسمها تقريبا دهنا الصادفة قوم سود زو ثقافة بيضاء واضح من العنوان زي محمد جلال هاشم إنه الغوم ديل وقام أثبت بالأركيولوجي قال بأنه هم لقى الروباطاب بيقول إنهم هم عرب وفي النهاية الأبحاث اكتشفت بأنه هم لقوا المدفون تحيد شنو وأنه بالحقيقة طالع إنهم ممنوبيين أصليين من كوش ده كلام بالتالي الناس ذي قال صغافتهم شنو صغافتهم بيضاء وهم سود غوم سود زو صغافة بيضاء لكن هنا طبعا في مشكلة كبيرة جدا لأنه وفق الفهم الجديد والحديث وحقوق الإنسان من حق الغوم السود يكون إنهم صغافة بيضاء ومن حق الغوم البيض يبقى عندهم صغافة سوداء وده الحاصل في السودان والعكس يحصل لم لا ومن حق الناس الصفور يكون عندهم صغافة حمراء لم لا ماذا مما ما بدروك وبالتزم بالغانون يعني اتحت غالطهم ليه عشان ده تعمل به وشنو يعني عندهم الحق الهوية دي زي الرغيف لكن ما أكتر من كده يعني عندهم الحق يزور عندهم الحق يقول بما يشاء زي قصة نحمد جلال هاشم بيقول بأنه والله بتقوله عرب ولا عربهم ذاتهم العرب بتاعنا الجزيرة العربية دي ذاتهم أصلا ما معترفين بيكم يا أستاذ العرغي ده أصلا ما عنده سغافة هو سغافة ما عنده علاقة بينه الآخر يعترف بيك ولا لا أنت اللي بتحدد ليه نفسك عبر التاريخ ولو مثلا على سبيل المثال يعني قبيلة محددة بتقول بالعروبة في قاعدة في دارفور أو قاعدة في كردفان أو قاعدة في سهلة البطانة أو قاعدة في شرق السودان أو قاعدة في شمال السودان أو قاعدة في المتمة لو اجتمعوا في الجزيرة العربية رجعنا للتاريخ وراء زمن الجاهلية اجتمعوا جماعة أبو لهب وغرروا بأنه هذه الجماعة ما عربية لعربية عربية في عينك يعني كده مع ليش خلينا نقوله كده إنه في الحقيقة هو ده فهم العرغي ده فهم ثقافة أكثر من ودم لأنه الدم ده أصلا ما بيتكت وأنا بلتلقى بالشيء البلدان اللي بتقول فوق العراغ وحزب البحث العربي الاشتراكي وبتاع ده أصلا بلدان كان بتسعى للوحدة والعروبة هنا ما عرق بالضرورة لذلك في الحقيقة الساعة نحن معذنجين للهوية فيه ناس بالمناسبة بيستغربوا جدا إنه بيقولك نوبيين من الشمال الأقصى ونوبي من جبال النوبة وجماعات يعني هاي ما بتقول بأنها عربية لا ما عندها ثقافة بتقول بأنه هم جزورهم وين في حتة ما عربية لا هم فارقة أصليين وسودانين أصليين موجودين في الحتة دي منذ آلاف السنين لكن اللي بيحصل شنو إنه بيضموا لحزب البحث العربي دي ملاحظة أنا ما بيعرف حزب البحث العربي كتير يعني ما نضمت له واحترمهم جدا البحثيين والنشطين جدا لكن في الحقيقة في السياسة يعني ومسالمين وكده يعني طبعا بيعملوا انقلابات في حتات كتير يعني مسالمين دي يعني قد ذلك أشخاص يعني بيعملوا انقلابات طبعا في السودان في ثلاثة أربعة محاولات انقلابية بعثية يعني معروف ومعروف صدام حسين ومعروف الحافظة الأسد الكبير ومعروف معروف المدى الاشتراكي العروبي في ليبيا في مصر معروف معروف طوه السودان طبعا مميري وغير ومعروف والمحاولة بتاعة البلولة دا في محاولات حتى الانقلاب بتاع في 1991 القوي والعنيف والوطني كان برضو بغياداته أساسا بحسية وعروبية اشتراكية فالناس زيل بنضموا لحزب البحث العربي للتيارة العروبي الاشتراكي لأنه الوقت دا كان بمثلهم الوقت دا لسه ما في هامش نظرية الهامش ما جات نظرية الهامش دي ما بدي دولة الهوية التاريخية برضو دولة كعبة حاق وريكم ليه بعد سويا فالبحصل شنو انه الوقت دا كان الناس بتنغسم على أسس ايدولوجية كلية زي الاشتراكية والعروبة دي ما ايدولوجيا طبعا في الحقيقة الادولوجيا سغافية بحصل العربي الاشتراكي يعني ما بتضرور هو اشتراكي وعرويته ما بتضرور تكون عربي لذلك اصحابي انا كتيرين يعني يعني هم معروفين ويالشوائق زي مثلا اضرب لكم امس لانه بحبهم واحبابي زي مثلا ضيامير غني زي حازم عتيق ما كتير كتير وانا احترم يعني الناس متهدين جدا يعني ان شاء الله تزعفني الزاكرة لانه بس ان احنا في قصة الهوية مهم جدا جدا وقصة مناغشة بقضايا الهامش والمركز زي الزول الكتاب يا اخي جميل اسمه منه ما انسى اسمه يا اخي صديق عزيز وانا احبه جدا جدا الصافي عنده اسمين هو وجادين ومعارف عن اسماع يعني عندهم مساهمات فكرية ومساهمات حقيقية فعلا يعني هم مساهموا مع الناس مساهمات حقيقية هسا انا قلتها بانه بارجع لانه الازمة بتاعت الهوية رجعت من وين يعني ان احنا لازم نرجع لكتلتنا العرقية وكتلتنا الكده وكتلتنا الكده وكتلتنا الكده دي جات للفراغ الحصر بانه بعد ذاك الاشتراكية بيقى غير معبرة وغير موجودة وغير فاعلة والعروب غير موجودة وغير فاعلة والأفريكانية برضو ناس نيكروما انتهوا وبقة الحاجة دي ما ماشا وجل مد الليبرالي الفتتة الكتل دي كلها بالتالي لازم نحن نرجع لهوياتنا وده غلط طبعا نأسس الدولة على أساس الهوية أي دولة تتأسس على أساس الهوية ده غلط طبعا وانا قبل شيء ما انسى ارجع للكلام بتاع محمد جلال هاشم تاني بتاع انه السودانين يعني في عرب طبعا السودان في عرب في عرب يعني في عرب فيزيكي يعني جو من مناطق مختلفة او عايشين في السودان ما عارفين من متين او جو من الجزيرة العربية لمسائل القحط والتصحر او جو من اليمن او جزيرة السيناء او من العراق الصوفية برضو جو اعداد وجو كمان من مصر المماليك وجو جماعات من الاندلس حسب البحث اللي انا شغالته جماعات من الاندلس وجماعات من المماليك في لحظة واحدة في حدود العام 1500 ميلادية وديل الأسسو اللغة العربية انا قلت تسادت فجأة في الوسطة الميلي ده كلام تاني ما هنحدث عنه لكن قلت العرق ده ثقافة انا اضرب لكم كمان مثال برضو مادم بذكر اسمها ناس انا وحب عندي خالتي على روحها السلام اسمهم سلمة دي عندها قصة جميلة جمال شديد يعني او عجيبة في الحقول عجيبة ما جميلة دي تغيب مني عجيبة فيلم اشان ور العرقين وهو ثقافة والمركزية العرقية دي ثقافة مشت العمر في يوم من الأيام يعني في التمانينات بيحكوا الناس المعاه وهم حضوروا عايشين زي ما شم معاه خمسة ستة ناس وهي مرة كبيرة وكانت فاكة شعرها يعني ما بتلبس طرحة مرة كبيرة فقاموا جوا المطوعين اربعة خمسة لابسين حقالاتهم البيضضي وكذا وجناس جميلين وراغين وشباب راغين قاموا وقالولا يا حرمة شايلين الصوت ارفعي ارفعي توبك اتغطي غطي شعرك عاينت لهم بازدراشة دي جدا قاتلوا انتم منو يعني قا حاكولا قالولا احنا كذا كذا يعني مطوعين يعني وطبعا نحن نحطر قاتلوا مسموع يا شفاب انا الرجالة بانعيمة اججعلين هلي بانعيمة مو ساز محمد الصوت وقيف شوية ساز محمد الصوت وقيف شوية ما عارف هل عندك اي مشكلة في الكنكشن ولا كذا ساز محمد شوف المشكلة شنو ان شاء الله دي تحمله دقائق طيب واما وانidyчик شكنا شكنا أحمد الله السلامة أحمد الله السلامة كان في مشكلة يا ريتا تفك المايك أعمل أميوت أعمل أميوت لأنه الصوت مكتوب من عندك آه أوكي أوكي يلا تمام تمام طبعا وقفتنا في حتة يعني شدحتنا اللي هي وين أنا أهلي الجعاليين بعمم ولا شنو أيوة يعني سعنا والله أنا أمشي طوالي طوال أي مواصد طوالي يلا طيب أنا كنت أحكي معلش هجماعة حصلت تحاجة فنية أنا معي ممكن أن أطقشت المايك أو حصلت من دكتوران ورأي دونو فأنا كنت أحكي بأنه العرقية يعني المركزية العرقية دي هكذا يكمل لنا الحكاية دي بتاعة جاد في أخينا أهلية بنعمهم وقفت هنا قطع هنا أنا وقفت هنا طيب أوكي طيب المرة دي يعني جوها الناس دي لأربع خمسة لبسين عقالات مطوعين نحن نحترم فقالوا لا يا أستاذة أن نحن أرفع غطي شعرك غطي شعرك يا حرمة قلت لهم يا جماعة أنتم أنا أساتذة يعني أنا أهلي العربة الجد أبان عمم المالين هدوم وما العربة الجد ما بغطي لهم شعري خلوكم إتوا بانطريحات ديل وهي كان السمرة وهل السمور تماما شفت كيف والسودانية أصلية لكن ده فهم إنه يفهم إنه العربة الجد هم هل هي ما ديلا لفسين ما معترفة بهم بتحتغرهم دي لي محمد جلال هاشم وتحية له طبعا ونحن هنا ما بنغيم ولكن وأنا قلت قبل شوية برضو ثقافة غوم السوز وثقافة بيضاء وكده ده كل كلام بيبدو إنه محاولة لصياغة وعي الإنسان من جديد إنه إت عرغك ما عرغك وسقافتك ما سقافتك وفهمك ما فهمك وده طبعا نفسي كلام الكيزان أدارين يصيغوا الإنسان السوداني كانوا في لحظة إما الإنسان ده إنسان موجود فيه فوق هذه الأرض من سنين عديدة وعنده مناشطه الإقتصادية وعنده فهمه وعنده وعيه ومفترض إنه نحن أمشي المرة دي للدولة التي نريد المرة دي نحن مفترض إنه دولتنا ما قائم عليه إنه نحن منو نحن منو ده ما سؤال نكون عرب نكون فارغة نكون تراك نكون حباش بعضنا دمنا نكون جعافرة نكون هوسة وفولاني نكون بيا ونوبة نكون فور وزغاوة نكون بيا وأمرأر نكون بني عامر وهدندة ونكون ما السؤال نكون نوبيين وفوني وأنقسنا نكون نوب الجبال تسعة وتسعين قبيلة دم السؤال نحن منو السؤال إنه كيف نحن نعيش كيف نحن نأسس سياسة مستغرة ونأسس اقتصاد يعمل رفاهية للجميع وكيف نعمل غوانين تحترم تنوعنا وما في زول يقول للتاني إنت أيا زول داير يقول ويش سوداني أصلي تمام إنت أفريغي تمام زول قال هو يا أخي جدود أحباشة أو مصريين أو ليبيين أو جايين من كوكب آخر أيا زول محترم مداموس محترم بأي فغى الغانون إلا زول يعتدي عليك أو زول يقول لك يا أخنا لأنه عرقي شريف إلا تبوس ليدتي لما تبوسها لمشي طوالت غانون تودي المحكم إسجنو زول قال لك لفظي تودي المحكم القصة إيتي الغانون نحن دايرين دولة العيش السلم المشترك دولة اللامحاصصة واللهوية واللهوية أي أن كانت مش كمان بس الهوية العرقية نحن عرب ولا فارغة لا الهوية التاريخية برضو أستاذ نحن ما قل لنا كوش كوش دي محترمة جدا وكوش دي في الماضي لأن ترجع تاني يعني أنت زالت رجع علينا كوش ونحن نحترم كوش وإنت ممكن تعمل حسب اسمه كوش ما في مشكلة لأنه دي منطقة عندها ثقافة محددة ولغة محددة ومن حقهم يدرسوا ويدرسوا لغتهم وتاريخهم وحضارة نحن كلنا نحترم ونستفيد منها في البيزنس والسياحة والتيارة ونحب الإهرامات ونغدسها لكن السودان برضو لا كوش ولا عربي ولا أفريقي ولا دولة هوية دولة الهوية دي أصلا هي دولة التاريخ دولة الحداثة والواقع دولة المواطنة عغدي اتماعي فقط وهوية معروف اسمها جمهورية السودان ده الهوية الغانونية العالم بعرفة كده ما شاء غالبين عن عرب ولا فارغة ولا زنود ولا بيض ولا حمر عندها هوية موجودة مسجلة في الأمم المتحدة اسمها جمهورية السودان همرات جمهورية السودان الديمغراطية لذيذة جدا دي الهوية بتاعتنا مفترض دي الهوية بتاعتنا أي هوية تاني ما بتنفع أصلا والهوية ما نفعت الواحدة ما بتنفع غير كده قصة قوش ديت زادات تقول نحنا قوش انت عشان تعمل دولة اسمها قوشة وتأسس لحضارة اسمها قوشة لازم ترجع لنا طوالي الملك اركماني والملك بعنقي من جديد عشان نحكمه ولازم تجيب الفراعنة في مصر شان نتحارب معهم وتاني نمشي منفيس زمان ما كان اسمها الغاهرة اسمها حاجة تانية وتجيب لنا الغمسيس وتجيب اليونانين من جديد ناس الاسكندر الأكبر والنازل يكونوا برضو قاعدين حيين وتجيب الرومان وتجيب الدولة الأشعرية وتجيب لنا الهيكسوس تاني نحاربهم وتجيب لنا اليهود في يهود موسى الزمن داك والقصة التاريخ ده ما انتهى ما في تاريخ بيرجع بعدين حتى الآلهة اللي اختفت من التاريخ زي آمون وأركماني ديل فسحوا المجال لآلهة جديدة دي كانت آلهة قاعدة في الأرض يعني فرعون لما قال ربكم الأعلى ده كان الكون داك داك كان الوقت داك كان الإنسان مرات كثيرة جدا الدين ما فوق في الأرض يعني فيه تطور حصل يعني لأديان دين إحنا الناس الممتدينين ما مشكلة ما رضيانين منا برضو دال يحترم ما عنده دين برضو يحترم ولي عنده دين يكون محترم وما في زول يفرق ايدولوجيا على الدولة برضو لا مش كمان العرف برضو لا اشتراكية لا ما في حاجة دلولي اسمها السودان الاشتراكية العزمة ما في هذه هوية برضو وما في دولة إسلامية مذهبية ده برضو غلط لأن التطوال معنا بتلغي التنوع بتعمل حرب وتعمل مشكلة بتعمل تخلح دولة التاريخ كانت دائما هوية الدولة في التاريخ كان بيكون دولة العرق الواحد والأسر الواحدة ودولة الدين الواحد ودولة أي شي واحد 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 وبقية الناس إما بيكونوا يعني متهضين يا مستبعدين يا عبيد ده التاريخ كان كله كده لكن في الوقت الحاضر نحن عندنا دولة مفترض أنه الدولة نحن نكون عايزين هي ما دولة هوية أي أن كانت جميعا مع الهويات الدولة دي دستور محط غانون محط غانون محصيغة للعيش السلم المشترك لجميع الشعوب وقيانات وأبناء وبنات السودان بمختلف جهات وتوجهاتهم تلك هي الدولة التي يعني نري أما حاجة ثانية قصة عرب ومعارب دي كتير جدا جدا يعني دالي إيشو ما إيشو من الصراع يعني بعدين طبعا في جماعات عربية فعلا سكنت الوسطة النيلي وامتلكت مقدرات أكبر مش عشان السلطة والسلطة برضو طبعا والاستعمار برضو طبعا ودي حاجات نحن مفترض نواجهها لكن في الحقيقة الوسطة النيلي دا دعما فيه موية فيه إمكانيات أفضل وفيه استغرار والزولة بيقعد مستغر بيمتلك مقدرات أفضل من الآخرين الما مستغرين أو عندهم موية أقل دي برضو إيشو تاني مفترض نحن نعيليه بعين الأحكار ثم أيضا أي دولة في الدنيا عندها مركز والمركز عنده عيوب وعنده حسنات أي حضارة في الدنيا حتى حضارات الهويات السابقة بيكون عندها مركز والحضارات الحالية والدولة الحالية الحديثة القائمة على الحداثة أيضا عندها مركز لكن قبل ما أمشي معلومة مهمة جدا ممكن أقول لي يا أخي واجهت قل دا ما في دولة هوية وبيتعم أوروبا تزااد�서 سدد دولة هوية في ألمانيا وبريطانيا وفي هولندا بعدين اللغة بنجيبها من وين والدستور بتعمل كيف والبتاعة كل الأسهل دي مجواب عليها أولاً أوروبا دي لما نشأت كانت أصلاً هي دول هويات في أي بريطانا كان حاكمة أسرة واحدة لمدة ألف وصمصين سنة هولندا حاكمة أسرة واحدة لمدة خمسمائة سنة وعرق واحد وألمانيا كانت طبعاً معروفة في بيقات اتحاد عملوا بسمارت كانت دولات مختلفة بافاريا ووين والنمسا وكم حاجة يعني دي اتحاد عملوا بسمارت لكن بالنسبة لهولندا دولة الهوية اختفت في بريطانيا الأسرة الواحدة والعرق كله اختفى قاموا هم وقفوا يعني دولة الهوية اختفت لتفسح المجال للدولة الحديثة بحيث أنه بعد ذاك الملك بيقى لأنه تنازل حيث تظل حقوقه والأسرة المالكة قاعدة كرمز بس كأنتيك لكن الدولة بيقى تماده ولد عرق واحد ولاد دين واحد ولندن في الوقت الحاضر حاكم لندن مسلم دي ما بتحصل في أي حتة تانية الخرطوم ولا غاهرة ولا ليبيا ولا الرياض ولا بتاعي حكمة مسيحية ما ممكن نحن الآن ما وصلنا كده أنا ما بنادي بكده لكن ده رفتح الأفق بأنه دي ما دول هوية ما دول هوية نحن بنجي هنا هولندا خمسة سنة بتدوك الجواز وطوالة تمشي تنافس في البرلمان تنافس سيحي ما في ذول بيسألك كده تمنوك صحيح فيها حاسيس ممكن تقوم فيك لكن السيستم النظام الغانون ما فيه ولا شخطة ممكن تحصل لك أو يقول لك التلونك شنوك أو كده ما فيه مستأيز هول بيقول لك كده بسجنوك والسيستم الحزب اللي بيحاول اعتدى على الدستور بلغو ممكن أن تقول تعمل حزب تسميه الديمقراطي المسيحي لكن ده ما معنى دائرة باقي الدولة مسيحية عند قيام محدد بالنادبية للمجتمع ودائل تعمل رفاهية لجماعات محددة أو كنايس عندك في راسك أو كده لكن ما في الدستور ده واضح وسابت صيقة للعشة السلمية المشتركة عقدي كماعي أو أعطوا عليه كل الناس نحن مفترض بعدين اللغة برضو اللغة دي برضو ما بيقول لك دي هوية لا اللغة لما نقول الدولة لغة الرسمية العربة والانجليزي أو ناس اختاروا اللغة البرتغالية طبعا وناس اختاروا اللغة الفرنسية في أفريغيا نفسها لكن ما بيدي حق زول العربي أو جزور فرنسية شان اللغة دي اللي تبنان دي حقته ده عنده أفضل يلا يا أستاذ اللغة دي غنيمة تاريخ غنيمة تاريخ يعني ده اللغة اللي بنقدر نتخاطب بها جموع الناس هسح لو دارين نعمل لغة تانية بنتعب نقول للانجليزي أو نقول لغة تانية حتى مثلا اللغات السودانية التانية مثلا نتبنل بيجاوي شان ندرس محترين 200 سنة أو النوبية أو اللغات المحترمة في السودان حتى اللغة العربية ذاته من زمان يعني ليه انتشرت لأنها هي لغة التواصل وما كانت منافسة على السلطة وبعدين شنو كمان لغة فيه ناس متحدثين حولك شعوب أخرى بتقدر تبيع تجارتك أفضل بتقدر تدخل فيه مساحات أفضل ما زي مثلا الأمهارينجا ولا نحن نحترم طبعا في أسيوبيا الأمهارينجا دي مثلا نلغونا بتاع الأمهارينجا ده التكرينجا ما والأرومو ما بيسمعوا لأنه ما بيفهموه لأنه جماعة محددة عشان كده هو بغنوا الحقيبة بتاعتنا عشان نحن نسمعهم لأنه نحن برضو ما بنعرف أمهارينجا نحترم جدا ونحب جدا طبعا الشعب الأسيودي والأمهارينجا وكل الجماعات دي والسيوبي عندها مشاكل زي أنا طبعا فالبحصل بين اللغة العربية بتديك مساحات أفضل للبيزنس وللحركة وللفن كمان وللتجارة وللكتابة دي القصة وعشان كده الناس الزمانة هنالزمان تبنوها في الحقيقة ما تبنوها عبطا وفي ناس تبنوا العرغة العربي ذاته في لحظة من اللحظات لكن بعد ما الحضارة العربية انهار يعني كان جموع جماعات واسعة من السودانين كانوا معاديين لأنه كان دينهم مسيحي وكان عندهم لغتهم الأخرى المختلفة وكان عندهم مخاطباتهم وتجارتهم مع حتات تانية كانوا معاديين عدام مطلب للحضارة العربية الإسلامية اللحظة تزدهارة لحد ما انهارت تبنوا اللغة العربية وتبنت بعضهم فعلا الإرغة العربية ولكن هناك زي ما قلنا جماعات عربية أصيلة وصلت السودان لكل موجود وجماعات أفريغية عديدة انضمت إلى إرس شعوب السودان وللجماعات الأصيلة الموجودة كل الوقت في الأرض وتختلطوا مع بعض وبجزوا من بعض وما في صفائر ولكن أي يزول يقول الكلام الدائر يقول دائر يقول هو شنو يقول هو شنو محترم تماما بس قلنا ما تحتدع على الآخرين وإنه التنوع دائما قويس لأنه بيعمل إنتاج اقتصادي ومناشط مختلفة ومخيال أدبي وشعري مختلف وبعمل أكل ومظهر مختلف وألوان للناس ذات شتيتة مختلفة يعني الناس ما نسخة واحدة جامدة يعني كده مملة تنوع تنوع لما تمشي الخارطون ده جميل جداً أنا كنت هناك لحد يوم عشر ثلاثة أحب السودانين وعمل سايكولية الزول السوداني بعين للناس وتصرفاتهم وأشكالهم تنوع جميل بقرب أحدهم وكلهم كده وأنا كده انتهيت شكراً لكم شكراً جزيلاً لأساس محمد جمال الدين يعني صراحة سياحة رائعة جداً جداً أنا بذكر الورقة بتاعة الدكتور الباغير العفيف اللي هي أزمة الهوية في شمال السودان هو محدد في شمال السودان الأزمة التي الهوية ثقافة قوم سود ثقافة بيضاء من الأوراق القوية يعني وبرضو تابعت عدد من كتابات دكتور محمد جلال هاشم وبتحيش أنه يعني فيها أنا طبعاً ده ما تخصصي ولا مجالي لكن إنما كمواطن سوداني مهتم في أنه يحصل السلام والتعايش السلم المشترك في السودان والناس يستفيد من مقدرة بعض تحترم التنوع الواحد يتلمس يشوف كل الكتابات وفي كتابات دكتور حيدر إبراهيم علي برضو عن الاجتماعية والمشاكل الأمنغرافية في السودان وغيرها فيا ريد بس لو كنت بالنسبة للناس اللي دارين يقروا يعرفوا أكتر عن الموضوع لو فيه أي سلسلة بتاعة مراجعين دكتور ممكن تخططها للناس ممكن يقرواها ايو ايو طبعاً دي حاجة دايرة إنو تثنك باوتيت وباخدتها للناس في البصد أوعدك الله يديك صحة والعافية شكراً جزيلاً لك أنا سعيدة جداً يعني وإن شاء الله كنا موفقين طبعاً الموضوع معقد جداً ونحن أنا بحكي من الزاكرة يعني ما بقرأ من ورقة ولكن بستني دايماً عن البحث بتاع سيكولوجيا الزول وعلى الورقة الموجودة للناس اللي بيحبوا يطلعوا عليها اسمها دولة بلا هوية ومجتمع متعدد الهويات ونغضي الهامش والمركز ولئة المركزية الهيووية أياً كانت والدولة بلا هوية هنا ما تخوف الناس أنا معني دولة الغانون دولة العيش السلمي المشتركة العقدة الاجتماعي دولة العقدة الاجتماعي الدولة التي يعني نحن نقدر نعيش فيها كلنا بسلام ونقدر نوزع الريسورس يعني بسلام وفق عقدة اجتماعي غانون صيغة للعيش السلمي المشترك تحترم جميع تنوعنا على جميع المستويات وتنوعنا دماء عرغي فحسب ولا مزهبي كده ساكت فحسب ولا أيديولوجي فحسب لا ده تنوع تحدثنا عنه في المرات الفاتة عميغ جدا وفي صراع على جميع المستويات على جميع المستويات على جميع المستويات على مستوى القبائل شعوب السودان في صراع لا نصيغة للعيش السلم المشترك ده محترد تكون شاملة ليست للدولة فقط إنما حتى الجماعات الكائنة فوق الأرض مفترض يكون عندها الآن الريسورس ضيقة لازم نفهم ده ونتعامل معه ما في زول يكوش كده براه والدولة تكون حامية بيدستورة ومؤسساتها الشرطية والعسكرية والأمنية والمدنية والغضائية وجميع المؤسسات بتاعتها والآن نحن عندنا أفق نستطيع المشاكل كثيرة جدا جدا طبعا فوق الرغع الجغرافية والنظام السابق خلف مشاكل وهو أصلا ويرس مشاكل نكون منين ثم نخلف مشاكل الأضاب مشاكل زيادة والأغليم فيه مشاكل زيادة لأن الريسورس بالزيد الأغليم إذا جئنا للأغليم أسيوبيا وأريتريا والصومال ومصر وتشاد وليبيا والناس الحولنا مشاكل كثيرة جدا ناس بيقول لك يعني فيه ناس فاتون في الأغليم وغيره الكلامنا ما صحيح ولي علاته كل الناس ذي اللي عندهم مشاكل يعني بنفس القدر وبالتالي المشاكل دي قايمة على ضيق الموارد المائية وريسورسس الأرض بين الجماعات في المجتمع الواحد في الدولة الواحدة زي الصومال وأسيوبيا وأريتريا وزي السودان نفسه وزي كل الدول اللي حولنا فيه مشاكل لازم نعايل لها فيه انفجارات ممكن تحصل وفيه أعداد سكانية ضخمة حولنا لازم نعايل لذلك ونضامن تضامن حقيقي عشان نقدر نعمل سلام في السودان ده قاعد في حطة صعبة جدا المركز الجغرافي القاعد في السودان ده لا يوجد في الكون ده ما كلام هلامي من نساكي دي حقيقي ولا الهند ما زينا شوف تكت التنوع في العالم بيقول لك في الهند الهند ما زي السودان يعني الجو بوليتيك يعني الطخص السياسي الجغرافي السياسي الجغرافي الموجود في السودان لا يوجد في الهند شوفت كيف نحن موجودين على البحر الأحمر موجودين في المنطقة تلغرنا الأفريقية أكتر منطقة فيها طبعا حروب أهلية مكتوبة في جنس للأرغام أكتر منطقة فيها حروب أهلية في العالم كل منطقة أننا قاعد فيها السودان والحروب الأهلية في السودان برضو معروفة نحن مفتوحين على البحر الأحمر ومفتوحين على الاتجاهات كلها والصراع العربي الإسرائيلي موجود جنبنا الصراع بتاع الاشتراكية تحدثنا عنه قبل شوية والحرب الباردة كنا جزوا منا مفتوحين على العمق الأفريقي بمشاكله برضو صراعاته كلها مفتوحين على الغابة والصحراء فعلا متنوع شديد جدا جدا وكان منفصل تاريخيا يعني في يوم من الأيام البية ما كانوا بعرفوا النوبيين والنوب الجبال والنوب الجبال ما بعرفوا الفونج قصص معقدة جدا ونصل وسط النيل برضو كانوا في تداخل عظيم طبعا موزايك حصل عظيم جدا جدا لكن بقية اطراف السودان ما انمزجت احتفظت بنغاء هذا النغاء سأبقى مشكلة لسبب بسيط جدا لأنهم بيقوا عندهم لغاتهم ومنفصلين عبر تاريخ طويل جدا جدا من كانت سبل المواصلات كانت بتفصلنا الصحراء كانت بتفصلنا الغابات المواصلات ما كانت زي السح كان بالجمال والحمير كان بس في ناس يعني محددين اللي بيقدروا تواصلوا قصة معقدة جدا جدا السع الواغية ده محمول كله احنا شايلين نوسع في اللحظة دي قاعد جدامنا بالاضافة الى الصراعات الموجودة في الاغليم بيسيبوا ضيغة الموارد المائية وضيغ موارد الارض وضيغة الافق طبعا برضا يعني الارض ذات فيها موارد لكن ضيغة الافق وبعد ذات كمان شنو التدخلات العالمية الحتمية والاغليمية الحتمية ده كله لازم ندعمل معه وندعمل معه السنة الخاص اللي هو معقد جدا جدا القبلي والعشائري والايديولوجي والصراعات العدمية بين الحزاب السياسية والتجمعات المهنية دي كلها مسترد تقيف لانه ضمن ضيغة الافق ومن برضو ضيغة المسافات اللي بتحركوا فيها الناس وضيغ من خياله المرات كثيرة جدا ليه؟ لانه ما عملت دراسات حقيقية وما كان عندنا مراكز بحث حقيقية وما كان عندنا ناس متفرغين لانه يعملوا صيغة العيش السلم المشترك ويعملوا دراسات ويبعدوا مع الناس ما كان عندنا كلنا كنا مستنزفين بالأزمة أزمة 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 بشكل مستمر أربعين مليون نفر بس متفرغين يحلوا الأزمة وفشلوا دي قصتنا شكرا جزيرا أستاذ محمد جمال الدين إن شاء الله نواصل إحنا في الحلقة الـ 12 إن شاء الله المرة الجاية وحتى ذلك الحين شكرا للمتابعين عبر الفيسبوك بفجمة البحثين السلام عليكم شكرا شكرا